اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعاد رئيس مجلس الوزراء على أن منطلقات التكامل والترابط التي تستند إليها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مواصلة ترسيخ علاقتهم الأخوية تعود لتاريخ ممتد من المواقف الثابتة والرغبة المشتركة لتحقيق المزيد من التطلعة الطموحة على كافة الصعود مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مسارات التكامل بين البلدين الشقيقين بالوتيرة التي تحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله وأشهد سموه بجهود أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على صعيد تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين لفت سموه إلى أن مستويات التنسيق المشترك آخذة في النمو والتطور تعززها الاتفاقيات الثنائية المتبادلة في مختلف المجالات وذلك ضمن الأدوار التي يطلع بها مجلس التنسيق السعودي البحريني بما يدعم تحقيق الأهداف المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الإكذيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة السيدة فاطمة بن جعفر السيرفي وزيرة السياحة معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث أشار سموه إلى أن الجهود مستمرة نحو فتح مزيد من أفاق التعاون للدفع بالمسارات التنموية نحو مستويات أكثر تميزا من خلال رفض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مضيفا أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة تواصلان طرح المبادرات والبرامج والمشاريع النوعية على صعيد القطاع السياحي والتنموي بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على الجميع من جانبه أعرب معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية بالمملكة العربية السعودية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص على تنمية العلاقات البحرينية السعودية متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور